السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة مساء الأخبار معكم مازلنا المصري تحياتي لكل المتابعين فيديو جديد وهتكلم مع المتابعين في اخر هذا الفيديو لو حاببت انضمن قناة مساء الأخبار فضلا وليس امرا اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات لايك للفيديو علشان يوصل لكل الناس النهاردة هنتكلم عن موضوعات هامة جدا على الساحة واشياء تهم كل الدول العربية هنبدأها بالمملكة العربية السعودية وزيارة اردوغان للمملكة العربية السعودية المصدر لوكالة رايترز ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يعتزم زيارة السعودية والاجتماع مع ولي العهد محمد بن سلمان طبعا كلمنا في الموضوع ده سابقا ومش اول مرة يتم زيارة الرئيس التركي لدولة عربية منها كانت اخر حاجة الامارات في شهر فبراير الماضي اه في ناس كتير بتعلق على هذا الخبر انا بس حابب اقول حاجة بسيطة مش تعليقا ولا تخمين ولا اي حاجة ولا كل الموضوع ان احنا بنتكلم في هذه الاحداث الحالية تابع الفيديو ده مهم جدا لان في اشياء فعلا تهم المتابعين اللي حابين القناة وهذا المحتوى اه في ناس كتير بتخمن وبتقول هذه الزيارات لها او تفتيح مجالات معينة انا لا اخمن لان بعض التعليقات على كل المواقع بالاجاب والسلب ولكن انا مش حابب على سيب لكم التعليقات اه يا طرق ايه هي سبب هذه الزيارة من وجهة نظرك او نظرك اي ان كانت دولتك ايه والعالم كله بقى مرتبط ببعضه يعني ممكن الناس تقول احنا مش مهتمين بالمملكة العربية السعودية او باخبارها لكن انا بقول لحضراتكم دلوقتي العالم كله طبعا هو مفتوح على بعض العالم ولكن في الفترة الحالية كل خطوة اه من الدول بتكون بحساب وبتكون محسوبة اه كويس جدا اه يعني ايه الكلام ده هنفسر في الوقت المناسب وهنتكلم في هذا الموضوع في وقت المناسب وهرجع افكركم ايضا تصريح بريطاني يغضب روسيا والكريملين يهدد اه حظرت روسيا من انها قد تهاجم اهدافا عسكرية على الاراضي البريطانية بسبب دعمها الاوكرانيا وقد تضرب الدبلوماسين البريطانيين العائدين الى كييف وده خطر جدا نازل من ثلاث ساعات على موقع اه عربية سكاي نيوز حظرت روسيا انها قد تهاجم اهدافا عسكرية على الاراضي البريطانية اللي حابب يشوف الموضوع للتأكيد اه علشان اللي احنا بنقوله يرجع للمصادر ويقول او يكتب على اه جوجل علشان يتأكد من اللي احنا بنقوله وجاء التهديد الروسي اثر وبتفسير الموقع يعني ان جاء التهديدات اه الروسية اه بعد تصريح لوزير بريطاني دعم فيه اه شن هجوم اه او هجمات اوكرانيا داخل الاراضي الروسية واعتبراته موسكو اه استفزازاً اه يعني بتحاول تستفزها يعني وقال المتحدث باسم اه الرئاسة الروسية ان تحريط كييف على فعل مثل هذه الامور سيدفع اه الى رد روسي قوي يعني هيتم الرد من روسيا على هذه الاقويل والمقال كبير جداً ولكن احنا فهمنا الموضوع وقال اويداً الوزير البريطاني ان بلاده ستستأنف تدريب الكوات الاوكرانية في حال تجميد الصراع داخل منطقتين اه لونجاس وادونتستيك دي بعد يجب احنا اتكلمنا عليهم كتير جداً وشفنا موضوعات يعني اه اتكلمنا اه كتلة بحساً يعني هذه المناطق ولكن ان شاء الله زي ما بيقول ربنا يعدل الحال لان بالفعل خلاص العالم كله متدايق والازمات عمالة تكتر على الشعوب والناس متدايقة بالفعل وسور كتير اللي زلنيسكي بيطالع فيها كأنه محارب ومقاتل وحاجات كده يعني ربنا يعديها على خير ان شاء الله ويكون نهايتها قريبة بازن الله ومن اهم الموضوعات على الساحة هي ان روسيا تقطع امدادات الغاز عن بلدين اوروبيين هنعرف ايه هما البلدين بس لو وصلت الجزء ده ولسه ما تدوستش لايك للفيديو فضلاً وليس امراً تدوست لايك للفيديو علشان بس يوصل اكبر عدد تأديراً يعني للمجهودات اللي بنعملها في هذه الفيديوهات على خلفية الحرب الدائرة اللي احنا كلنا عارفينها اعلنت كل من بولندا وبلغاريا ان موسكو ستوقف صدرات الغاز اليهما بدءاً من الاربعاء الحالي يعني في الاسبوع اللي احنا اللي جايدة ان شاء الله هيتم قطع الغاز وقالت مجموعة النفط والغاز البولندية مساء السلساء ان عملاق الغاز الروسي ابلغها بانه سيوقف اعتباراً من الاربعاء في الاسبوع الحالي الى بولندا عبر خط انابيب اسمه يامال الذي تتولى تشغيله طبعاً هي المتحكمة بشكل كبير وزي ما تكلمنا برضو في هذا الموضوع ولكن دلوقتي لازم يبقى في حل من العالم كله لان روسيا كده يعني بعد ما كانت فيه ناس مؤيدة لها ناس بدأت تعرضها ده ليس حباً في اوكرانيا ولكن خلاص بقى لان العالم بيتأذى بالفعل مش نقصين يعني العالم مش ناقص باذن الله تخلص هذه الهجة من القلق العالمي لان الناس بقلقانة وفي ناس كتير خايفة وحاجات زي كده اه طبعاً مش زي في بداية الحرب في بداية الحرب كان القلق اكبر دلوقتي انا شاف ان هو المفروض القلق يبقى اكبر لان اه دي من دمن الحاجات ان هي هيتم توقف الغاز وبالفعل اللي ما بيعجبهاش اه روسيا بتعمله يعني اللي فيش حاجة بتعجبها في حتة معينة في دولة معينة اه طالما انت مش حبيبتي يبقى عدوتي فده اللي انا شايفه اه وزي ما قلت ليس حباً ولا في زلنيسكي ولا في اوكراني ولا الكلام ده كله ولكن ان شاء الله اه تتوقف اه هيزيه الازمة عن العالم كله باذنك يا رب وانا كل تفاؤل في بدايات العام المقبل اه طبعاً فيه ناس بتقول انت فين احنا فين والعام الجديد فين ولكن ان شاء الله اه الاحوال تتحسن بشكل كبير اشياء برضو عالمية اه ممكن تشغل بال الناس او موجودة على الساحة وهي من اربع ساعات تتعرض الدولة معينة في اسيا لأسوأ انقطاع كهرباء منذ ست سنوات وسط موجة حر شديد طيب ايه هي الدولة دي هي دولة الهند اه تواجه الهند اشد نقص فيها الكهرباء منذ اكثر من ست سنوات وتجبر درجات الحرارة مرتفعة السلطات على اغلاق المدارس مبكراً وتدفع الناس الى البقاء في بيوتهم طبعاً اجراءات بنشوفها الاول مرة وناس كتير هتقولي طب احنا ملنا ومال الهند لا اسمع البلاد بيحصل فيها ايه وتقولي الحمد لله اه الناس كتير بتشتكم الغلو من العرف ومن المشاكل ولكن انا بقول لحضرتك اقولي الحمد لله قادي الدول بتنهار مصر جات عليها فترة كانت تعبانة لكن الحمد لله في هذه الفترة رغم ان في حاجات كتير في الزهون الناس او في الازهان لكن بنقولي الحمد لله على كل شيء اه في كهرباء وفي ميا في مدادات في كل حاجة في البلد بتاعتنا ولكن اه لما تشوف حاجة زي في الهند زي كده عشان كده رجع بها لك اتقول في بلدك الحمد لله وتسببت هذه الموجة اه الحرة في عطش مساحات شاسعة بجنوب اسيا هذا الاسبوع بعد شهر مارس الاكثر حرارة على الاطلاق في الهند مما دفع رئيس الوزراء للتحذير من تزايد مخاطر اندلاع حرائك مع تزايد درجات الحرارة في البلاد بشدة في وقت قريب جدا طبعا انتم شايفين الكلام ماشي ازاي يعني ايه الكلام ده ان العاصمة نيو ديالهي دي اه درجة حرارتها بتفوق الاربعين درجة لعدة ايام ومن المتوقع اه انتصر الى ستة اربعين وسبعة اربعين يعني والعياذ بالله حاجة ما يستحملهاش بشر عارف ان في دول عربية اه كثيرة بتتعرض اه مثل هذه درجة الحرارة لكن اه احنا بنتكلم في دولة بينقطع عنها الحرارة بينقطع عنها الكهرباء يعني ايه بينقطع عنها الكهرباء يعني مفيش حتى اه مجال التكيفات مفيش مجال التهوية اه دي بتقدي الى صعوبة التنفس وحاجات كتير جدا ومنتوقع ان يتفاقم انقطاع الكهرباء في الايام المقبلة حيث سيقدي موجات الحر وان انتعاش النشاط الاقتصادي الى زيادة الطلب على الكهرباء باسرع وطيرة منذ ما يقارب من اربع عقود حاجات كتير جدا في هذا الموضوع ولكن انا لخصتلكم القصة دي علشان هي بالفعل حاجة اه يعني ايه جديرة بالذكر لازم نقولها حاجة بالفعل اه الناس كلها لازم تسمع علشان نقول الحمد لله بالفعل يعني ايضا منذ اربع ساعات اه على احدى المواقع وهي جريدة اخبار اليوم كاتبين عن روسيا اه تدين الغيرات اه الاسرائيلية على سوريا اه ادانت وزارة الخارجية الروسية بشدة ضربات الصاروخية الاسرائيلية على اطراف العاصمة السورية دمشق امس الاربعاء وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية اه في تصريح صحفي بحسب التقارير الوردة شن سلاح الجو الاسرائيلي هجوما صاروخيا على اهداف ومناطق مأهولة بالسكن واصفرت الغارات الجوية عن مقتل اربع جنود سوريين واصابة ثلاثة والحق اضرار مادية كبيرة نؤكد على ان استمرار القصف الاسرائيل للاراضي السورية يعد انتهاكا للمعايير الاساسية للقانون الدولي وغيره مجبول بشكل ندين بشدة مش لهذه التصرفات غير المسؤولة طبعا يعني مش عارف اه سيبلكم التعليق لان ايضا روسيا بتشن هجوم على اوكرانيا فهي ازاي بتدين اه دولة تانية او بتدين الكيان مش هقول عليه دولة ولكن قلوبنا مع اهل سوريا وتحياتنا لاهل سوريا وفلسطين والعراج وليبيا وكل دول العالم اه بالفعل احنا بنشوف حاجات غريبة اليومين دول اه ربنا يرفع عننا وعنكم البلاء والوباء اه ويحفظكم جميعا من كل شر بشكركم جدا كل سنة وحضراتكم طيبين بشكر كل من قاموا بالتعليقات في الفيديوهات السابقة والحمد لله انا صحيتي بقت افضل اه يعني بفضل ربنا وهكون معاكم باذن الله الفترة القادمة بشكل مكسف اه شكرا لكل واحد باسمه وكل واحدة باسمها انا مش عايز اذكر اسمها عشان ما انساش حد ولكن كل حبيب اللي بيكتبوا لي التعليقات ووصلوا معايا لهذا الجزء من الفيديو بشكركم جدا ربنا يديكم الصحة والعافية وكل سنة وحضراتكم طيبين اسبكم على خير واشوفكم على خير وسنة سعيدة باذن الله وعيد سعيدة على كل الناس على مسلمين ومسيحيين وعلى كل البشر وعلى كل البلاد والعباد شكرا اسبكم على خير واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته